السلام عليكم انا الشيف شكر و هعمل معاكم النهاردة بتابع الجبنة بتاع المخابز بتاع الفران اهو شايفين شكله شوفوا التوريقة بتاعته ومحشي جبنة جميل جدا وماء دوله كلها اقتصادية وان شاء الله اتجربوه ويعجبكم وعلى بركة لان ابتدي الشغل عنده نصف كيلو دقيق وعنده ربع كيلو مية عندي خمسة وستين جرام سكر وخمسة وستين زيت وعشر خميرة وبيضة واحدة اه ابدأ ان انا اه اخلط المواد الخائل الجافة مع بعضها اهوت عندي هنا السكر عليه الخميرة اهوت عليهم ربع كيلو مية وادويبهم مع بعضه كويس في جنب البولة كده اهوت بادويب السكر السكر لو ما دابش الوقت مش هيدوف في العجين وهيلزق اهوت بادويبهم كويس وتأكد ان السكر داب حط على البيضة اللي عندي خدوا بالكم المقدير مقدير دي مقدير فران اهوت واعليهم الزيت وهقلب كويس وهاجن بقى عادي خالص لحد ما العجين هتلم معي زي ما قلت لكم ان دي المقدير دي مقدير اقتصادية يعني موجودة في كل بيت ما انتش انتش انتغلابي فيها يعني بس ناتجيتها ممتازة جدا والحاجة بتتباع بالواحدة وتتباع بالكيلو وسعرها غالي مش رخيص وهتعملها بايدك انت في البيت احسن واحسن من بتتعمل برا العجينة طرية شوية ما تقلع ايش هتلم هتلاحها برا على شوية دقيق اهوت وهخدمها على شوية دقيق صغيرين كده لان العجينة طرية اصلا عجينة مفتوحة اهو بقلم العجينة كده بالراحة على تعافرة الدقيق اللي انا حاطتها زي ما قلنا موضوع التخديم ده مهم جدا للعجينة ولان هو بتحكم في النتيجة بتاعت المنتج بتاعك اهو وهسيبها تخمر ونشوف هنعمل ايه بعد كده خمرت العجينة هيت اعفرها بشوية دقيق كده لان زي ما قلت العجينة طرية خد بالك انا بعفر على خفيف خالص اهوت وهنزلها من البولة بتاعتها على على شوية دقيق صغيرين اهوت وهبدأ ان انا هلم العجينة كده علشان اعرف اشتغل بها اهو لمت العجينة ودي فوق ودي تحت وهبدأ ان انا اهوت وابدأ ان انا افرد العجينة اهو فردت العجينة بالشكل ده عجينة خمرانة مليانة هوى اعديلها طول اعود بدي دي اعلى طول طبعا وابدأ افرد العجينة اه مش عايز اكتر من كده عندي مجرام زبدة اي نوع زبدة عندك اي نوع زبدة عندك زبدة نباتي حيواني اي نوع زبدة عندك هتحطي هتحطي بالشكل ده بالشكل بسيط خالص اوات كمان وزعتهم في وسط العجينة في الوسط بس والمجرام دي اعدي زبدة جنة اللي انا شغال بها اهوت هنحط المجرام ممكن يبقوا خمسين كمان ما فيش مشكلة خلص هي بتتعمل بخمسين انا مزود خمسين جرام لان انا بشتغل في بيت يعني انت هتعملي للبيت انها المفروض تتحطي لها خمسين جرام بس وهتطبع عليهم بالشكل انتو شفتو ده اهوت من فوقه من تحت وهبدأ ان انا افرد العجينة زي ما عملنا في الكروسان وزي ما عملنا في الملفاء وزي ما عملنا في العجينة اللي هي بتورق كده اهو اول تكة لك على العجينة دي بيبقى بالشكل ده وهتفرد طول اهوت ما يقدر اه مية جرام زبدة في التعجينة زي كده بتبقى اه خفيفة خالص ما بتكلكعش ما بتطلعش من العجينة يعني بتبقى سهلة خالص الشغل بتاعها اسهل من الملفاء والكروسان اهو فرد طول وفرد تعرض هوت زي ما انت شايفين بس عايزك توصلي بالمردنة لاخر العجينة علشان الزبدة ما تتكومش هناك وهتطبقها اول تطبيق اليناهين هدي كده اول واحدة وبرده شوية دقيق فوق وشوية دقيق تحت اهوت وهبدأ ان انا افريلها برضه طول اهوت اهو طول بتاعها والعرض بتاعها برضه اهوت لازم ما بنعمل زي ما قلت في الملفاء والكروسان والحاجات المورقة ديت وبطبق التطبيق بتاعتي دي كده التانية انا عشان شغال بالزبدة ديت لازم ادخلها التلاجة شوية لو انت شغالة بزبدة نيبون مثلا هتاخد ثلاث تطبيقات بطحة وربعة احطها في التلاجة ربع ساعة كده وهتطلع عشان الزبدة دي بتفك بسرعة فبتطر العجينة خالص اهه هنددت اتنين ودت التالتة اخر واحدة هنطبقها اهوت بنضي طول برضه وبنضي عرض يبقى فردنا فرطتين وحطنا في التلاجة في حالة ان انت لو بتشتغل بزبدة سافرة لو بتشتغل بزبدة بيضة هتاخد ثلاث تطبيقات وراء بعض على طول الزبدة البيضة اللي هي لها اصناف كتير قوي ههوت قعد التطبيقة التالتة كده العجينة بتاعتنا خلاص نحطها في التلاجة بقى عشان تهدى شوية برضه قد ربع ساعة نص الساعة كده ونشوف هنعمل البتدة ازاي اه في التلاجة هنشوف الدنيا تمشي ازاي طلعت من التلاجة هوت هبدأ ان انا نشكلها بقى تعفرد فوقه تحت العريخ خالص بتاع العجينة وهبدأ ان انا افرد برضه طول بعرض هوت وتزبط ايدي كنت بتتريدي كله يبقى سمك واحد هوت طول بعرض بنعمل الطول هوت وهنقلبها قدامنا وهنعمل العرض التاحة هوت هنفرد بصمك نص سنتي هوت زي ما انتم شايفين ده نص كله اللي احنا بنشتغل بدا هوت فردنا خلاص عندي اي بقى عندي جبنة اسطنبولي على معلقتين زي اهرسهم في بعضهم خالص انا عامهم مع بعض انا عامهم خالص اخليهم زي السايل كده وعبتهم في كيسم بتاع المطبخ وقصت طرفه بالمقص وعلى طرف العجينة حطيت الجبنة وباخد الطرف اقفل على الجبنة هوت هتبلكه في معلش انا اسف هتبلكه في النص التاني هوت وبقفل على الجبنة وطرف العجينة واقفل على الجبنة وهبدأ ازقها لف من غارتك ما بتكش عليه ما بتكش عليه ما بتكش عليه اهو عايز تحط الجبنة بكيس ماشي بالمعلقة ماشي براحتك ما بتوزعيها وهسيب صمتي وقطعا صمتي وقطعا هتعرف ليه الصمت ده احنا سيبنا دلوقتي اهو هنعمل الرول التاني اهوت وزعت الجبنة اللي بقي عندي على طرف العجينة اهوت واخد الطرف اقفل عليه اهوت زي ما تشاهدين كده اهوت اهو ما كانتش باينة في الرول الاولاني اهوت بنقفل على الطرف التاني الطرف العجينة وابدأ ان انا ازق العجينة اللي قدام من غير ما اتتكى عليها لانها هتتكى عليها هتطويل العجينة هترفع الرول انا مش عايز ارفعه ولا عايز اهو 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 لفنها وهنسك برضو سنتي برا العجينة اهوت 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 عندي سفار بيضة ما لوش اي حاجة هدهم به طرف العجينة ده اهو هدهم بيطرف العجينة ده هدهم بيطرف العجينة ده زي ما انتم شايفين كده عشان تلزق جامد ما تفكش في الفورن اهو اهو بيطرف العجينة اهو 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 قصة اربع صوابع والتكي تكي واحدة ما تفضلش السكينة راحة ده ده عجين مش لحمة اهو اربع صوابع والتكي على طول بالسكينة عليها لان هي لعجنة يقطريها خالص يعني وبحطها وخلي قفلتها تحت وهو هترصوا في الصناية بتاعتهم اهوة اربع سوادة والقفلة تحت ونكمل حطيتهم في الصناية اهوة بانهم مسافة لانه هيخمر وهيكبر وهو هنسيبه يخمر والقفلة بأكد على القفلة تبقى تحت مش في الجنب تحت اهوة نسيبه يخمر ونشوف الدنيا هتعمل ايه خمر اهوة زي ما انت شايفين لسه يخش الفرن حجمه هيكبر كمان على مية وتسعين على الشبكة اللي في النص وهو طلع اهوة شكله جميل خالص لو انت عايز تلمعي بيض لما ايه مش عايزة انا ملمعتش بيض اهوة زي ما انت شايفين ده اللون بتاعه ولونه مقبول بالنسبة لي ما فيش فيه مشكلة انا في بيت مش ببيع اهوة ادى شكله بعد ما برت خالص واستوى اهوة بيميل خالص وطعمه احلى من شكله زي ما نقول فعلا يعني اهوة ده كده مش مدهون بيض عايزة تدهني بيض يبقى صفار بيضة مع معلقتين لبن ودهني قبل ما يخش الفرن انا ما دهنت زي ما قلت بالنسبة لي اللون ده مقبول ما عندش مشكلة معاه خالص عايزة ان تبقى احمر بيل مع كده وموضوع تاني ماشي ما فيش في مشكلة اهوة بس انا بعمل بقى اقل حاجة اه في الشغل يعني يعني لو مش محتاجة بيضة ما بدي ينشي البيض اه شكله كويس وطعمه جميل جدا وتعملين هيشتغل معك في حاجات كتير قوي والمدرسة تدخل تاني اهوة اظن بيروحه تلات ايام والا اربعة ايام مش عايزة ما عندش مدارس انا عرب بواحدة كده ونشوفها شكلها ايه هنقطع واحدات طريق خالص شوفوا التوريقة بتاعته شوفوا التوريقة بتاعته شوفوا شكله والجبنة من جوه هسه تحط جبنة اي نوع جبنة تحبيه بس ما بقاش في ماء اه جميلة جدا 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 وتستهل انكم تجربوها زي ما قلت لان بتفرض كمان بتعمل عدد من البتين اه هادي الشكل جميل جدا شوفوا التوريقة ورغم ان هي واخد ايه من جرام زبدة هما بيحطوا لقصلا خمسين انا حطت مية اه كاملة جدا واذا اعجبكم الفيديو اعملونا لايك وشير واشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة